ووصل موضوع للضرب انها ضربت ضربتها على المسرح ضربتهم على المسرح الولد كان بيطلع من تحته ديها بطلو متعورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا العزاء في كل مكان من راحة بحضراتكم مازالت ازمة الراقصة لوسي ومجموعة الفنانين اللي بيمثلوا معاها في مصرحية الحفيد عاملة جدل كبير جدا على السوشيال ميديا مين ضرب مين ومين احتدى على مين تب هل لوسي ضربت الممثلين الشباب تب هل شتمتهم بألفاظ بذيئة أصاد الجمهور تب ليه عمل كده هل هي الجننت ولا ايه موضوع غريب وعجيب قال بالسوشيال ميديا كلها بقاله تقريبا 48 ساعة لدرجة ان الموضوع وصل لنقيب المهن التمثلية وقرر يتدخل علشان يحل الموضوع بمبادرة جميلة جدا منه هنكشف لحضراتكم كل التفاصيل ومين الغلطان في الترفين هل هي الفنانة الوسي فعلا احتدت على الممثلين ولا الممثلين متضايقين علشان هي اللي وقد اللقطة في المصرحية ولما يتسأل حد عن مصرحية الحفيد يقولك دي بطلة المصرحية الفنانة والراقصة الوسي ايه القصة وايه الموضوع ده اللي احنا هنحاول نوضحه لحضراتكم النهاردة ولكن في البداية بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد في البداية مصرحية الحفيد من بطولة الفنانة والراقصة الوسي وكمان الفنان تامر فرج وطبعا مجموعة من الشباب والشابات اللي لسه بيدرسوا في المعهد المصرحي المصرحية المفترض ان هي كانت محققة نجاح كبير جدا على حد قولهم انا اول مرة اسمع عنها بصراحة ويعني طلع مجموعة من الشباب وعلى رأسهم طبعا الفنان تامر فرج والممثلة نادى عفيفي وبدأوا يقولوا ان الفنانة لوسي وهي موجودة على المصرح وبتقدم دورها في المصرحية بتعتدي على الممثلين الشباب وبتعتدي كمان على المخرج وبتعتدي على كل طاقم العمل سواء بالالفاظ او بسواء انتو متعرفوش انا مين دهنا الفنانة دهنا النجمة دهنا بطلة العمل وكلام من هذا القبيل يعني نقدر نقول ان لوسي شايفة نفسها على طاقم العمل كله وكانوا بيعدوا بيستحملوا ما فيش اي مشكلة لحد ما كانت وهي واقفة على المصرح وبتقد دورها لو في مثلا مشهد فيه ضرب ولا فيه اي حاجة لممثل من الممثلين الشباب كانت بتضربوا بدل الدربة خمس ضربات في وشه لدرجة انها تسببت فيه اصابة لاحد الممثلين الشباب معقولة توصل بيها لدرجة للكلام ده كله طبعا وبدأوا يعني واحدة زي الفنانة نادى عفيفي طلعت وتكلمت على ان لوسي وهي بتمثل قدامها كانت بتنسى بعض الكلمات فجات الفنانة نادى عفيفي علشان تقول لها ده كذا كذا يا فنانة او تذكرها او تفكرها فقالت لها خراسي انت ملكش دعوة وانت مش عارفة وانا مين ده انا بطلة المصرحية وانا النجمة وانا مش عارف مين بنت مين وكلام من هذا القبيل يعني زي ما بنقول كده شايفة نفسها بالفعل على تقم العمل طلعت هي وردت على الكلام ده وقالت ان الكلام ده عادي تماما من الصحة وان هما غيرانين ان انا اخضى اللقطة منهم وان المصرحية لما بيتذكر اسمها اول حاجة بيتذكر معها الفنانة والرقاصة الوسي طبعا كلام عجيب وغريب ويمكن اول مرة في الوسط الفني نشوف خناقة وضرب وشتيمة واهانة من الكلام ده كله وفي الحقيقة الحاجة اللي زي كده بتخلي صورة الفن صورة وحشة عند الجمهور وعند كمان الناس اللي بتتابع الفن المصري في الوطن العربي كله فدي حاجة مش كويسة ان يكون فيه خناقات على المصرح وتطلع كمان للجمهور اللي مش متابع اصلا المصرحية وطبعا الموضوع كبر جدا لدرجة ان الفنانة الوسي قدمت محضر او قدمت بلاغ او عملت يعني زي تقرير كده عند وزيرة الثقافة ووزيرة الثقافة حولت الموضوع للنيابة الادارية والموضوع بيتحقق فيه دلوقتي والموضوع كبر جدا وده خلى نقيب المهن التمثيلية يبدأ ويقول يا جماعة عيب اللي بيحصل ده وانتو صورة الفن وصورة الفنانين والسينما والمصرح وان اللي انتو بتعملوه ده بيشوهنا او بيشوه صورتنا قصاد كل العالم علشان كده انا هعمل مبادرة جميلة اسمها مبادرة لم الشم والمبادرة دي الهدف منها ان احنا للم الطرفين ونحاول نصلح ما بينهم ولو فيه اي حاجة حصلت او لو فيه زعل ما بين الطرفين اكبر من كده ومن غير ما يكون فيه شوشرة طبعا وقال ان لوسي نجمة كبيرة وان الفنانين الشباب طبعا ليهم يعني كامل الحرية وكامل الاحترام ان هم لو تعرضوا الحاجة او لو تعرضوا الازى من الفنانة لوسي نجيب لهم حقهم ونحاول نرضي الطرفين طبعا مبادرة جميلة ونتمنى ان شاء الله انها تساهم في حل المشكلة دي لان حقيقي انا شخصيا شايف ان الموضوع كبر جدا عن حقه وسواء كانت لوسي عملت كده او ما عملتش كده ما كانش لازم الموضوع يخرج للاعلام ويطلع تامر فرج يصرح بتصرحات ويقولك اصل لوسي من الواضح كده ان هي كبرت وبقت يعني مش عارفة هي بتقول ايه او مش عارفة ان هي تتحكم في مشاعرها تطلع كمان ندعا فيفي وتقولك اصل الفنانة عملت فيا وسوت 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 طول ما الكلام ده كان على المسرح وكان في البروفات وكان في الكواليس ما كانش صح خالص انه يطلع للاعلام بهذه الصورة اللي زي ما قلت لحضراتكم بتشوه وان كانت بالفعل شوهت الوسط الفني كله اصاد الوطن العربي عموما دي كانت كل التفاصيل سواء بقى الفنانة والرقصة لوسي غلطت ولا ما غلطتش هل الممثلين الشباب غلط ولا ما غلطوش نتمنى طبعا ان الموضوع يتحل على خير وما يكونش فيه ازمات تاني سواء في الوسط الفني او اي وسط من الاوساط اللي موجودة في الحياة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وما تنساش تدعمنا وتضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد